اخبار كسيرة متناقلة بنتكلم برضو حولين فيروس كورونا لكن هنبدأ مع اخبار النادي الاهلي النهاردة معنا بداية ان الجهاز التدريبي لي كرة اليد ولا لاند جرين بيتكلم وبيتكلم مع الجهاز المعاون ليه وبيدي تدريبات داخل البيوت اللاعبين خلاص هي والموضوع دلوقتي بقى تدريب داخل البيوت بيبعت لهم على الواتساب بيبعت لهم على جروب كلهم موجودين عليه التدريبات اللي احنا نقدر نعملها التدريبات اللي احنا نقدر نعملها داخل البيت عشان تفضل الحراية الرياضية مستمرة وده شيء مهم جدا جدا كل ده علشان تفضل اللياقة البدانية لكل الرياضي في مصر او في النادي الاهلي بالاخص تفضل موجودة لانها في الاخر هي فترة وهتعدي واكيد النادي النادي اهلي زي اي نادي في مصر هجي تخدم اجراءات احتراضية من بدري وقفل وسمع الكلام وده شيء مهم جدا جدا. ففريق كرة اليد بيجري تدريبات تبقى للخطة الموضوعة من قولة لاند جرين. وده شيء مهم جدا في هذه المرحلة. لو سيبنا كرة اليد واحمد السلعوي ويتعافى تماما من قرحة الرجبة. احمد سلعوي كان عنده قرحة في الرجبة لكن ما شاء الله عليه الحمد لله قدر يتعافى منها. الدكتور اه اتعرض اخر حاجة اشياء على الدكتور احمد عبدالعزيز رئيس اللاجنة الطبية بالنادي الاكد تعافيه تماما وجاهزاته للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية. وكمان اوضحة في دين المسابقات اصر بشكل سلبي على عودته لانه كان خاص كان على على مشارف على مشارف العودة. لكن برضو قد ان هو بيحلس برضو اداة التدريبات المتنوعة. واكيد كل ده من اجل الحفاظ على اللياقة البدنية. لكن برضو عندنا حاجة ايجابية داخل النادي الاهلي. في الجنباز بدأوا يختلفوا. بدأوا يعملوا على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا علشان ايه? على ده شيء مهم جدا. شيء مهم لين? اين? ده شيء مهم جدا علشان يقدروا يمرنوا اللاعبات واللعبين داخل البيوت. لعبة الجنباز لعبة فردية. غير الالعاب الجمعية عشان الناس اللاعب الجمعية عايزين اللاعبة كلها تطور من نفسها في الناحية البدنية. لكن لحظة الجنباز بدأت دكتور محمد فؤاد بقيادة بقيادة اتنين مدربين عندنا ان هما يتواصلوا مع اللاعبين واللعبات داخل البيوت لاداء حركات الجنباز. شيء مهم. شيء ايجابي. بدأنا نتمرن في البيوت جنباز. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة. المدربين مهى نجيب وعبد الرحمن المهدي ومحمد عثمان وزينا شمان. كل ده دكتور محمد فؤاد برئاس دكتور محمد فؤاد في الجنباز. زي ما احنا شايفين قدامنا. قادي. قادي اللاعبات قدامنا. كونفرنس تريلنج. بالضبط. بدل كونفرنس فيديو. زي ما احنا شوفنا الرئيس وشوفنا آآ سياد الدكتور آآ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وهو عام الكونفرنس الاجتماع الوزاري الاسبوعي. نفس الكلام. بقى فيه كونفرنس للتدريب. شيء مهم. يا ريت كل الناس تحتازي هذا الحزب. بنشكرهم ان الفكرة فعلا خلتهم يقدروا يتمرنوا. يقدروا يتمرنوا لان الجنباز تاني مرة بقول ان دي العاب فردية. اللعبة الفردية غير الجماعة. الجماعة لازم نقف مع بعض داخل الملعب. لكن الجماعي المطلوب من المحافظة على التدريب بصفة عامة. التدريب بصفة عامة في البيت احمال معينة ضغط بطن ضهر لياقة شوية تدريبات عندنا النهاردة لقطات الناس بتتمرد في جوتها ازاي? علشان نساعد كل الرياضيين. في مصر. مش في النادي الاهلي بس. لان ولاد النادي الاهلي انا عارف كلهم داخل بيوتهم داتي بقى اقتصال الجيمات. تتغلوا على هذا الاساس. اي وقت الرياضة ترجع نكون متواجدين في مستوى الياق. هنسيب النادي الاهلي ونسيب الجنباز ونروح لرئيس اللجنة الولمبية.